اهلا بكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف شرح طرق التقديم على جميع المنح الدراسية على قناة دكتور المنح انا النهاردة هشرح لك طريقة التقديم على منحة مقدمة من جامعة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية وزي ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التقديم على المنحة خلينا نعرف المنحة دي بتقدم لنا ايه ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة دعما منك للجهود اللي بنحاول نقدمها زي ما قلنا المنحة دي مقدمة من جامعة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية ودي منحة ممولة بالكامل وبيكون فيها راتب سانوي ما بين عشرين الف دولار لتلاتين الف دولار كنبزة عن الجامعة هي اول جامعة مختلطة في المملكة العربية السعودية ودي ترتيبها رقم اثنين على مستوى السعودية وترتيب الجامعة دي رقم واحد على مستوى دول الخليج بالنسبة لتفاصيل المنحة فزي ما قلنا الدولة المستضيفة السعودية والجهة المنحة جامعة الملك عبد الله المراحل الدراسية المتاحة ممكن تدرس ماستر او دكتوراه ويمكن لجميع الطلاب من جميع الدول التقديم على هذه المنحة ولا يوجد معاد نهاية محدد للتقديم على المنحة بالنسبة للتخصصات الموجودة في المنحة دي فيوجد العديد من التخصصات واللي منها الفيزياء التطبيقية الهندسة الحيوية العلوم الكيميائية علوم الكمبيوتر وهكذا وانت تقدر تقرأ كل التخصصات من هنا او كمان تقدر تقرأهم من خلال الابليكيشن لما نفتح الابليكيشن ونبدأ نقدم فيه بالنسبة لمميزات المنحة فهم بيغطو لك تكليف السفر من بلدك الاصل الى المملكة العربية السعودية زهابا وايابا وكمان بيغطي لك كل الرسوم الدراسية وفيه بدل المعيشة الشهري اللي هو احنا قلنا من عشرين الف دولار الى تلاتين الف دولار سنويا يعني بمعدل الف وخمسمائة دولار الى الفين وخمسمائة دولار ودي بتتوقف على البرنامج اللي انت هتقدم عليه سواء كان ماستر او دكتوراه كمان بيوفر لك السكن الجامعي وبيوفر لك التأمين الصحي بالنسبة لشروط التقديم على المنحة فانت لو بتقدم على ماستر فانت بيكون مطلوب منك شهادة التخرج الجامعية وبيانة درجات ولو انت بتقدم على دكتوراه فمطلوب منك شهادة الماستر وبيانة درجات الخاص بالماستر وشهادة التخرج الخاصة بالكلية وبيانة درجات الكلية وكل الاوراق دي مطلوبة باللغة الاصلية وباللغة الانجليزية وكمان طالب منك السيرة الزاتية اللي هو السيفي وخطة الدراسة وخطة البحث وكمان رسالة الدافع اللي هي البرسونال ستيتمنت وهنا طالب منك انك تكون جايب في الطفل 79 من 120 او في الايلتس 6 من 10 وانا شايف ان ال 79 والستة دي حاجة بسيطة جدا بالنسبة للممائزات اللي بتقدمها لك المنحة وكمان طالب منك 3 خطابات توصيع ودولة انا هشرحهم في الابليكيشن بالتفصيل وخلي بالك في خطابات التوصيع ياريت الدكتور اللي بيكتب لك خطاب التوصيع يركز على عملك وعلى قدراتك البحثية وكمان لو انت عندك اي ابحاث علمية نشرتها قبل كده او مشروع تخرج ياريت ترفقه مع المستندات دي وكمان من مميزات المنحة دي انه هو لا يطلب منك الجي ار اي بالنسبة للتقديم على المنحة لو انت عايز تفتح الابليكيشن مباشرة انت بتضغط هنا لو انت عايز تفتح موقع المنحة الرسمي انت بتضغط هنا وده ايميل التواصل لو انت عايز تزهلهم عن اي حاجة تقدر تتواصل معهم عن طريق الايميل ده انا دلوقتي هفتح لك طريقة التقديم على المنحة من الموقع الرسمي للمنحة وقبل ما ندخل على الموقع الرسمي للمنحة خلينا نقول هنا for people who don't speak Arabic they can find English translation here يلا ندخل مع بعضينا دلوقتي على الموقع الرسمي للمنحة بنضغط هنا بعد ما فتحنا الموقع الرسمي للمنحة تعالى ننزل مع بعض هنا هنا بتلاقي انت ممكن هنا تقرأهم بنفسك دي الحاجات اللي انا شرحتها لك بالعربي هنا زي وهكذا ولو نزلنا هنا مع بعض هنشوف التمويل الخاص بالمنحة وهنا زي ما قلتلك تمويل سنوي عشرين الف دولار الى تلاتين الف دولار تمام وهنا لو انت عايز تشوف ممكن تشوفها من هنا وانا حطت لك الايميل ده في الشرح الخاص بالمنحة قبل ما ندخل على الموقع الرسمي للمنحة طيب انت عايز تدخل على هنا بتيجي وتضغط على ايو 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 بنتضغط عليها مع بعض بتطلع معنا الصفحة دي باللاي هي هنا جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية. بنيجي هنا ان نضغط على بتط Lamborghini أنو بعد ما ضغطنا على بتطلع لينا الصفحة الخاصة ونبدأ مع بعض هنا طالب منك بتاعتك هنا طالب منك انت بتدخل هنا اسمك الرابع. هنا طالب منك بتدخل اسمك انت هنا طالب منك الميدل نام اللي هو اسم والدك لو انت عايز تدخله تمام لو مش عايز خلاص خلي بالك اي حاجة متعلم عليها بالنجمة دي يبقى هي مطلوبة منك انك تملاها. هنا بتدخل الايميل بتاعك وتأكد ان هو ايميل شغال علشان خاطر هيتواصله معاك عن طريق الايميل ده وهنا بتدخل الايميل بتاعك مرة تانية. هنا بتدخل تاريخ ميلادك يوم شهر سنة. بعد كده هنا بتيجي تفتح بالنسبة للبروجرام اللي انت عايز تختاره بتفتح بتختار انت عايز اللي هي يقصد بها عايز تدرس وبعدها دكتوراه ولا عايز تدرس دكتوراه فقط. انا هنا اختار وهنا بيقول لك او فانت المتاح قدامك عشرين عشرين في بتضغط عليها وهنا بالنسبة بتفتح وبتختار اللي انت عايزه. انا مسلا هنا هختار او ممكن اختار انجينيرينج او ممكن اختار انت انجينيرينج او ممكن تختار التخصص اللي انت عايز تدرسه. بعد كده هنا بتيجي في البرنامج اللي انت عايز تدرسه جوة التخصص ده. انت هنا مفيش غير برنامج واحد ممكن تدرسه. طبعا ده بيختلف على حسب اللي انت اخترته. بعد كده هنا هنا بيكون طلب منك اللي انت هتستخدمه علشان خاطر تفتح فيما بعد فانت بتكتب بتاعك هنا وهنا طلب منك الباسورد فانت بتدخل الباسورد بتاعك. وهنا بتعيد كتابة الباسورد. وهنا بتضغط على المربع ده اللي هو انت بتأكد لهم ان المعلومات دي خاصة بيك. وبعد كده بتضغط على هنا بعد كده بعد ما ضغطنا على بيجي وقول لك هنا احنا هنا بنضغط على علشان خاطر تفتح لنا الصفحة اللي هنعمل بها وندخل على بتيجي هنا بتكتب بتاعك اللي انت دخلته اصلا قبل ما تدخل على الصفحة دي. وهنا بتكتب Knselling خاص بك. بعد كده بتضغط على بعد كده بينقلك للصفحة دي هنا طلب منك الزب كود او لك انت بتروح على جوجل وبتكتب زيب كود زيد اسم المنطقة اللي انت منها او لكود زيد اسم المنطقة اللي انت منها. وبتيجي هنا اتعلم على المربع ده انت هنا بتدوس على اللي هو انت موافع على شروط بتاعتهم وبتيجي هنا بتضغط على اللي هو خاص بالبرايفسي الخاصة بيوم. بعد كده بتضغط على بتفتح معنا طبعا الصفحة دي هنا انت بتبدأ تضغط على عشان خاطر ندخل على بتاعنا. ضغطنا على هدخلنا على صفحة هنا فتح معنا الصفحة الخاصة هنا بيقول لي وهيكون اسمك هنا تمام? هنا طبعا اياك تضغط على لان انت لسه ما بدأتش اي حاجة بتاعك. هنا بيقول لك اي حاجة هتلاقي معمولة عليها علامة النجمة الحمرة دي انت لازم تملاها. هنا طبعا احنا لازم نملك كل دي وانا هشرح لك ازاي تملاها. يلا نضغط على بنبدأ مع بعد نملك اول حاجة وهي هنا اول حاجة طبعا انت بتفتح وبتختار تاني هنا انت عايز تقدم على اي برنامج تمام? انت هنا بيقول لك البروغرام بتاعك بتفتح وبتختار البروغرام اللي انت عايز تدرسه تمام? وهنا التخصص اللي انت عايز تدرسه في البروغرام ده وهنا بتفتح تختار السنة اللي هتدرس فيها. بعد كده هنا بيقول لك هل انت نقشت مع اي دكتور من الجامعة دي اللي انت بتقدم عليها انك مقدم على المنحة دي? فلو انت اتنقشت مع حد او رسلتهم بالايميل بتضغط على ياس وبتبدأ تتكلم وتقول مين الشخص ده? لو لا بتضغط على بعد كده هنا بيقول لك انت قدمت قبل كده على المنحة دي فلو انت قدمت بتضغط على ياس وبتبدأ تملى البيانات دي ولكن لو ما قدمتش بتضغط على بعد ما بتخلص بتيجي هنا وبتضغط على والفرق بين ان انا انت بتضغط و هتكمل في وقت تاني ولكن لو انت مستمر في بتضغط على بالنسبة لريسيت دي اللي هو لو انت عايز تمسح كل حاجة عملتها في وادخلها من تاني. انا طبعا هنا هضغط على بنيجي هنا في الجزء الخاص بالسبونسرشيب وركز معي في الجزء ده. تلخيصة للكلام المكتوب هنا هو بيقول لك احنا بنقدم لك منحة. قل انت واخد منحة من اي جمعية تانية او اي مؤسسة تانية علشان خاطر تدعمك في فترة الدراسة بتاعتك في منحة جامعة الملك عبدالله. فلو انت عندك اي تمويل خارجي خارج المنحة دي فانت بتضغط على ياس وبتبدأ هنا تدخل مين الجهة اللي بتمولك. ولكن لو انت بتعتمد فقط على المنحة المقدمة من جامعة الملك عبدالله فانت بتضغط على بعد كده بتدوس على بتيجي هنا في الجزء الخاص هنا طبعا النام بتاعك هو هتلاقيه كتبولك تلقائي لو انت لك اسماء اخرى ممكن تدخلهم هنا. بتيجي بعد كده هنا في هنا طالب منك تاريخ ميلادك هنا بتلاقيه مكتوب تلقائي. ولو انت طالب من السعودية وبتقدم على المنحة دي بتدخل تاريخ ميلادك بالتقويم الهجري. بعد كده هنا بتختار بعد كده هنا اللي هي الجنسية بتاعتك بتفتح وبتختار الجنسية بتاعتك ايا ان كنت من فين انا من مصر مسلا اختار من مصر. وهنا بتختار الحالة بتاعتك ازا كنت متزوج او اعزب. تمام? وهنا لو انت في حالة انك متزوج بتكتب عدد الاطفال. بعد كده هنا بتيجي في هنا مطلوب فقط للطلاب السعوديين. وهنا مطلوب للطلاب السعوديين وهنا مطلوب للطلاب السعوديين. فالتلاتة دولار انت مش بتملاهم. بعد كده هنا طبعا انت طالب اجنبي فانت هنا طالب منك بتدخل رقم بتاعك وتاريخ اصدار الباسبور وتاريخ انتهاء الباسبور وهنا بتدخل نسخة من الباسبور بتاعك. وركز ان اللي هما عايزين النسخة دي بتكون او تي اكس تي او او دي او سي. وانت هنا ممكن تطلع على معظم اللي هما بيكونوا عايزينها. وبعد كده انت هنا لو طالب سعودي بتدخل البيانات دي. طبعا لو مش طالب سعودي خلاص مش بتملهم. بعد كده بتضغط على بنيجي مع بعض الجزء الخاص به هنا طبعا هتلاقي الايميل بتاعك مكتوب زي ما انت كتبته في بداية الابليكيشن. كل اللي عليك هتعمل هتكتب الايميل بتاعك ده هنا تاني. بعد كده هنيجي للقراند كونتاك ديتيلز وخلي بالك معايا في الفرق ما بين قراند كونتاك ديتيلز وبرمناند كونتاك ديتيلز. بالنسبة للقراند كونتاك ديتيلز انت بتكتب هنا عنوانك الحالي. المكان اللي انت عايش فيه. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي من مصر وبدرس مصدر في روسيا. فانا هنا مطلوب مني اكتب عنواني في روسيا. تمام? بتيجي هنا بتكتب الخاص بيك في البلد اللي انت فيها دلوقتي. يعني انا هنا هكتب بتاعي في روسيا. وانا هكتب هنا الموبايل فون بتاعي في روسيا. تمام? هنا بيقول لك ادرس يعني انت قاعد في المكان ده لغاية امتى? انا على سبيل المثال انا هنا هدخله التاريخ اللي هغادر فيه روسيا. تمام? هنا طالب منك انت هنا بتدخل بتاعك على سكاي بيه علشان خاطر لما يعمل معاك الانتر فيو. بعد كده هنا طالب منك الفيسبوك ولكن مش طالبه منك بشكل اساسي فممكن ما تملهوش. ولكن لو انت عايز تجيب الخاص بك بتروح على صفحتك على فيسبوك وبتاخد قبي من اللينك بتاع الصفحة بتاعتك. نيجي للجزء الخاص هنا بيسألك سؤال بيقول لك لو انت عايش في نفس العنوان اللي انت دخلته هنا بشكل دائم فبتضغط على ولكن لو انت هتغادر المكان ده بعد فترة فبتضغط على وبتدخل المكان اللي انت منه اصلا. بعد كده بتضغط على بنيجي بعد كده للجزء الخاص هنا بتدخل مسلا لو انت بتدخل اسم والدك بتكتب هنا اسم والدك والاسم الرابع لولدك ويميل والدك ورقم تليفون والدك هنا بتكتب الكود وهنا بتكتب الموبايل فون رقم تليفون وهكذا لو انت عايز تدخل لو انت عايز تدخل اسم والدتك ان هو او حد من اخوتك او قريبك فانت بتدخل هنا واسمه اسمه الرابع والايميل والموبايل الكود بتاع الموبايل هنا وهنا بتدخل رقم تليفون وبعد كده بتضغط على هنا بنيجي للجزء الخاص الجزء الخاص بتعليمك السابق هنا بتفتح وبتختار نوع التعليم السابق لك انا مسلا هنا فانا هختار بعد كده هنا بالنسبة ففتح السابق وبختار انا كنت في انه تخصص من التخصصات دي تمام انا هختار هنا اي تخصص مسلا ده كان التخصص بتاعي فعلا هنا بالنسبة طيب هتجيبه ازاي ده ممكن تجيبه من على تمام بعد كده انت هنا بتكتب اسم الجامعة بتاعتك هنا بتكتب او الدولة اللي كانت فيها الجامعة بتاعتك هنا طبعا اسم المدينة والزيب كود والكلام ده كله انت ممكن تملاق بسهولة هنا بالنسبة فانت هنا بتدخل تاريخ التحقق بالجامعة انت هتتخرج امتى من الجامعة تمام هنا بيقول لك لو انت مسلا ما تخرقتش من الجامعة دي فانت بتكتب انت متوقع تتخرج من الجامعة دي امتى تمام لو انت تخرجت خلاص بتكتب تاريخ التخرج بتاعك اللي هو انت كتبته هنا تمام بعد كده هنا بيقول لك بتاعتك اللي هي في الترانسكريبت. انت كنت جايب كام من كام? يعني انا مسلا هنا كنت جايب تلاتة واتنين من اربعة. فانا بكتبهم بالطريقة دي. انت شوف نظامك كلية بتاعتك هو من اربعة ومن خمسة وانت هنا بتكتب التأدير بتاعك. هنا بيقول لك هل انت كنت بتدرس باللغة الانجليزية في الجامعة بتاعتك? فلو انت البرنامج بتاعك باللغة الانجليزية بتضغط على ياس? لو لا بتضغط على بعد كده انت هنا بتيجي طبعا بترفع له بيانة درجات الخاص بيك ويريت يكون مترجم باللغة الانجليزية ويكون موصق. تمام? بعد كده انت هنا لو درست في اي جامعة تاني فانت بتكتب له بيانات الجامعة دي. ولو في جامعات اخرى مسلا انت درست في اكتر من جامعة بالدخل البيانات دي. ولكن لو انت درست في جامعة واحدة بس فخلاص انت مليئة البيانات الخاصة بيها. بتنزل تحت طبعا وبتضغط على سيف عند كونتينيو. نيجي بعد كده للجزء الخاص بي نركز مع بعض في الجزء ده. هنا اول حاجة طالبة منك ترفحها اللي هو او اللي هو الخطاب الشخصي او زي ما انت بتسميه. طيب ايه التعليمات الخاصة هنا بيقول لك سبعمائة وخمسين كلمة. يعني ما تزودش عن سبعمائة وخمسين كلمة. وانا دي نبه تاني نصيحة ما تزودش عن السبعمائة وخمسين كلمة. بيقول لك بتاعك ده بيكون بيناقش تلات نقاط. ايه هما التلات نقاط? بيكون طالب منك تكتب عن عملك المسبق او انت كنت بتدرس ايه او بتعمل ايه? ايه مشروع التخرج بتاعك? وانت ناوي تعمل ايه في الجامعة بتاعت? الملك عبدالله? وكمان بيقول لك اللي انت هتكتسبها من منحة جامعة الملك عبدالله هتأثر عليك ازاي بعد التخرج وهتعمل ايه? يبقى انت لازم تناقش التلات نقاط دولار في الخاص بي. وبعد ما بتكتبه بتيجي هنا على وبترفع المستند الخاص بي. بتيجي بعد كده للجزء الخاص بي او هنا بيقول لك انت ازاي هتكتب السيفي بتاعك? بيكون طالب منك ونخلي بالنا من كلمة هنا لو انت مسلا بتقدم على ماستر وانت كنت في فترة الكلية مسلا طالب ومش بتشتغل. مش معنى كلمة هنا ان انت كان ليك شغل بتشتغل ولا. لو انت رحت اي تدريبات صيفية في اي شركة فانت ده بيعتبر بالنسبة لك وبتبدأ تحكي عنها في الخاص بي. هنا طالب منك كمان اللي هو خبرتك في البحث اللي انت كنت بتعمله. يعني من الاخر مشروع التخرج الخاص بي. وهنا بيقول لك لو في اي معلومات متعلقة بالحاجات دي ممكن تكتبها. وهنا خلي بالك من الجزء اللي بيبدأ من اول كلمة هنا هو. هنا بيقول لك يعني لو انت نشرت بحث فهو طالب منك تدخله يعني اللي هي بتكون الجزء الاولان اللي هو زي المقدمة في بتاعك او بتاعك. وبعد ما بتخلص كتابة بتاعك بتيجي هنا بتضغط على وبترفق بتاعك وبعد كده هنا بتضغط على بنيجي بعد كده ندخل على الجزء الخاص هنا بالنسبة هو مش طالب منك بشكل اساسي زي ما احنا قلنا مع بعض في بداية شرح المنحة لان هنا ببساطة مش عاملك عليها النجمة الحمر فلو انت معك شهادة بتضغط على ياسل وبتبدأ تدخل البيانات الخاصة بها لو انت مش معك شهادة بتضغط على بنيجي مع بعض الجزء الخاص بانجليش هنا بيسألك سؤال بيقول لك هل اللغة الانجليزية هي اللغة الاساسية في بلدك لو الانجليش اللغة الاساسية في بلدك فانت بتضغط على ياسل ومش بتملق اي حاجة من الشهادات دي او مش بتدخل اي بيانات باي شهادات مطلوبة هنا ولكن لو انت مسلا من دولة عربية زي هي اللي هي اللغة الاساسية اللي هي اللغة العربية يعني اللغة الانجليزية مش اللغة الاصلة عندنا فاحنا بنضغط على وبنيجي هنا بنبدأ ندخل بيانات اي شهادة من شهاية دولار. هنا طالب منك اللي هو يقصد هنا اللي هو التفل الانلاين. هنا اللي هو يقصد بيه التفل الورقي هنا فانت بتبدأ تدخل بيانات اي شهادة من الشهادات دي على حسب الشهادة اللي معاك. هتيجي مسلا تقول لي يا ماريو هو مش عامل لي نجمة حمرة على اي من اللي تخص الشهادات الخاصة باللغة. هقول لك هنا سألك في بداية الجزء الخاص بالانجلش. لو انت اللغة الاساسية بتاعتك انجلش فانت بتضغط على ياس وانت مش بتكون محتاج تدخل اي شهادة من دول. ولكن انت لما ضغطت على نولا ان الانجلش مش اللغة الاساسية بتاعتك اللي هي اللغة الاساسية في الدولة الخاصة بيك. فانت طبعا لازم تدخله شهادة من دول. بعد كده بتيجي هنا تضغط على هنا في الجزء الخاص او هنا بيقول مطلوب منك مسلا مشروع التخرج بتاعك لو انت عملت بحس ونشرته هنا. هنا بيقول لك فانت لو عندك بتضغط على ياس لو لا بتضغط على لو عندك بتضغط على ياس وبتبدأ تدخل البيانات او المعلومات الخاصة بالبحس ده. بعد كده بتضغط على هنا بالنسبة دي اسئلة عادية جدا بيقول لك لو انت دخلت الجامعة دي قبل كده لو انت عندك حد من اخواتك راح الجامعة دي. معلومات عادية جدا هنا بيقول لك ازاي سمعت عن الجامعة بتاعتنا فانت هنا بتختار اي حاجة من الاختيارات دي. بعد كده بتضغط على بنيجي بعد كده للجزء الخاص به وركز معي في الجزء ده. اختصارا لكل الكلام المكتوب هنا بيقول لك انت بتضغط عليها. بعد كده بتفتح معك الصفحة دي. هنا بتضغط على كلمة بعد ما بنضغط عليها وبتطلع علينا الصفحة دي اللي هي يعني ايه? انت هنا بتروح تكلم دكتور في الجامعة عندك وتقول له دكتور انا مقدم على منحة جامعة الملك عبد الله والمنحة دي عبارة عن كذا كذا كذا. تمام? فانا عايزك تكتب لي طبعا انت بتفهم الدكتور على كل حاجة عشان خاطر انت لما بتدخل بياناته هنا الجامعة بتبدأ تبعط له ايميل وبتقول له الطالب فلان قدم على المنحة عندنا واحنا عايزينك تعمل له تمام? فانت هنا بتدخل اسم الدكتور وبتدخل اسم الرابع وكل المعلومات الخاصة بالدكتور وهنا بتدخل الايميل ادرس الخاص به وخلي بالك يا ريت يكون الايميل ايميل عمل بعد كده بتضغط على حاول هنا تدخل تلاتة من الدكاترة او تلاتة يعملو لك بعد كده هنا لو انت تجيد تضغط على ده علشان خاطر تشوف كل البيانات اللي انت دخلتها انت بتلاقيها ظاهرة هنا طبعا انا مدخلتش البيانات دي فانا متظهر لي حاجة طبعا انت هنا لو عايز تعمل تعديل فانت بتضغط على اي واحدة من دول وبتدخل تعدلها. بقى انت بعد ما مليت كل البيانات دي بتنزل تحت بتلاقي هنا كلمة ولكن انا طبعا عشان خاطر ما مليتش كاتب لي هنا فطبعا مش هلاقي زر بعد ما بتخلص وبتعمل بتعمل يعني بتعمل بتاعك. وانا بكده اكون خلصت شرح طريقة التقديم على منحة جامعة الملك عبد الله. اتمنى ان يكون الشرح مبسط والسهل وانك تكون فهمت معايا طريقة ملع الابليكيشن. لو في اي سؤال ممكن تسيبولي في كومنت وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة دعما منك الجود اللي بنحاول نقدمها عشان خاطر تتابع معنا كل ما يخص المنح الدراسية. وشكرا